مشاهدين في المملكة العربية السعودية إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لأيام الخميس والجمعة والسبت في البداية يوم الخميس تنشط الرياح الشمالية الغربية في المنطقة الشرقية والشمالية وأيضا الغربية وتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وكذلك تنشط رياح البوارح أيام الجمعة والسبت في المنطقة الشرقية وأيضاً الوسطى وتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أيضاً هناك تكاثر للغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية بعد ظهر يوم الخميس والجمعة والسب وتصبح الأجواء غائمة جزئياً بغيوم ركامية وركام مزني تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر قد تمتد لتصل إلى شرق مكة والطائف وقد تكون غزيرة أحياناً وبشكل عام معظم أجواء المملكة العربية السعودية أجواء حارة إلى حارة جداً نهاراً حارة نسبياً ليلاً طبعاً باستثناء بعض المناطق في المناطق الجنوبية الغربية تكون أجواء معتدلة إلى لطيفة لكنها غائمة جزئياً مع سقوط زخات رعدية في منطقة جزان وأبهو الباحة وقد تصل إلى الطائف مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء